السلام عليكم ومرحبا بيا عندكم في قناة وصفة ام ايمن كنتمنى يا ربي نكون ضيفة خفيفة على قلبكم وكنتمنى الفيديو دي اليوم اللي غادي نقدم لكم مع وصفة ام ايمن كوصينا ارابي يعجبكم اللي هو طبلة دي القوتي بعشرين درهم واش يمكن لنا فعلا طبلة دي القوتي نحضروها بعشرين درهم ونتمنى من بعد ما تكملوا الفيديو من عند كريمة دخلوا عندي القناة ديلي وما تنسوش تفعلوا الجرس يعني تشتركوا وتفعلوا الجرس وكذلك تفرجوا في هذا الفيديو وكن شكركم بزاف وما بقى لي اغني نخليكم مع وصفة ام ايمن كوصينا ارابي فرجاء ممتعة السلام عليكم ومرحبا بكم معي وصفة ام ايمن وكنتمنى ان شاء الله يارب تكونوا كلكم لبس عليكم بصاحة جيدة ومرحبا والف مرحبا بالاخوات الجدود اللي انضموا عندي بالقناة نورتوني كماشتم مع اختي ساميراني وان شاء الله انا اطفقنا بكي نديروا جود الوليداتنا ولكن ما ندير بسيوين 20 درهم مهمة البنات انا انا اشتدت بيوين كماشر فيها وعيت لساميراني وان شوفي لي عفاك المقادر في المغرب كمالا ضائرين لحقا لنضع معك انا على اساس راني في المغرب حيث لم يكن تباعد الاساس هنرى لنضع لي ويوجدوا بالوالو ومن يكن يبني اشتركوا ولينا يراكم عارفين اي مال كاين المهم شدنا هذه 20 درهم قناة نقضوها نقصو ونزيدو وشحال البيت حال الطحين حال الزيت حال الخمارة حال هادي هادشي لكيين البنات مهم حاول نقدوها وبيني وبينكم راه ما كفتناش عشرين درهم ما كفتناش عشرين درهم غيل قوتي ارا زيد على ذلك راه ما حسبنا فيها لفطور لا غدا لا عشاء لا مرض لا كما تنقولوا لا ضياب فشي جوكا لا غفلة لا الله يستروا لا قدر الله لا موت لا فرح لا سابع لا مدراسة الدراري لا احتشي حاجة احنا بغن ندربها غيل قوتي لا الى الا محمد رسول الله كما يقولوا البنات تراني مهم ما غالش نظر اه كنتم بنا ان شاء الله هالفيديو ان شاء الله يعجبكم ونبدأه على بركة الله بالمقادير اللي قدرت ننوجد لكم وجوج حويجات غال نوجد لكم ساهلين اخفافين ضرافين واقتصادين كما يقولوا لا غلاء لمسكين هنا عندي معلقة لمايسينة عندي احباد البيض عندي كاس ديال الحليب وكاس ديال طحين عادي سوف نستعمل هنا عندي خمارة ديال حلوة سوف نستعمل نصف خمارة ديال حلوة واحد قصيرة قريصة ديال ملحة ونصف خمارة ديال لفاني وسوف نستعمل اليوم سوف نطيب لكم حلوة الطابع سوف نستعمل هاد هالطابع هذا ديال فراشة هو اللي بغو صارحة الوليدات وتقدروا تستعملوا تهدا وما كياجبهم بزاف الفراشة نحتجوا بحضار مجرد لهم وندعنا لغرق لهم وسوف ننخلطوا الحلوة مجردنا ن 구매و البيضاء وصافية وهذه هي الحلوة الاولى التي قدرت نوجد لكم أو لديها الحاجة الاولى الكتاب واللي ما فيها ما مجرد بزاف جدا يعيش كما قلت لكم انضار 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 ونقلب هادشي اللي باليه سوف ننخلطها تدروا تسفيها او تزيد تخلطها أو تدروا بخلاط كهربائي سوف نجعلها 15 لقيقة ترتاح فهذا الوقت فين هي كترتاح سوف ندوز لكم واحد الحلوات البيضة هاكا كنت نسميها كنت وردتها لمرتخوية شكرا مزاف نورا هنا بالبيضة سوف نعبره صراحة نحتاج ببيضة سوف نحتاج مع القنص سنيدة او لجوج مع القاتل سوف نحتاج هذه الخمارة اللي استعملها قبل المص ديال هدابة البورتسوكالة محكوكة ونص خمارة اللي استعملت في الحلوات اللي قبل وهنا عندي 160 غرام ديال دقيق وكما عارفين سوف نضيف البيضة سوف ننهرسها من الفق من بعد سوف نعبره بها سوف نحتاج ببيضة الزيت سوف ننهرسها من الفق ومن بعد سوف نعبره بها زويتة سوف نضيف سكار سنيدة وهاديك فاني مع القشور ولا تقدروا ان تكتافوا بفانيا البنات سوف نجدها من الفق ونحن نرى سوف نحرق كل شي ومن بعد سوف ننهر بها بزويتة كما نقوم بها صارت رجل نظيف بها ونقوم بها بها حتى السكر سنيدة ونقوم بها كما نقوم بها تنقل فرانا في الزيت تقبل فرانا يصبح الغزال الى البنات امع المرشم تدخل الفرانا يضيفن فرانا لا ندخل 20 درهم اخطر المقادير اضيفن العجينة سوف نخلطها جيدا سوف نخلطها جيدا سوف نخلطها جيدا وصراحة هذه الحلوة سألت لك شخص يقول أنه يأتي على غفلة وكأنها تأتي بها أغطب وإنها تأتي بها أغطب وإنها تأتي بها أغطب سوف نضع هذه العجينة ترتاح وعلى ما نضعها تقدروا تقليها نيشان يعني تقليها 1-5 دقائق وستبدأوا تقليها فيها عندما لدي العجينة الخرارة ها وجدالية سوف نضعها هذه ونضعها هنا كما ترونها هذا هو القوام حلوة الطابعة سوف نضعها ونبدأ هنا الزيت في المقلاة كما ترون هنا الزيت 10 دراهم 9 سنتيوم 10 دراهم ومن بعد هذا سوف نضعها جيدا لديها الطابعة قليلا في الأول ونضعها سوف نضعها ونضعها 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 حتى نضعها من المول بعد الساعة قليلا يعني في الأول أو الثانية أو الثالثة من بعد ساعة تحيد وحدة تحلي نضعها من الجهات في الأول الطابعة في هذا الوقت ضروري نضعها لنضعها في الزيت لنضعها في العجينة ونضعها سوف تلسقل لأنها بارد ونضعها نصل حيث يسخن لفق نضيفه في زويته نضيفه 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 وضعنا نقل لدينا خليط الاخرى من الخليط ونقل لدينا نحو مهلة ونقوم بحاجة مهلة ونقوم بحاجة الامر ونقوم بحاجة الامر على المسال سنقوم بحاجة الحلوة سوف نقوم بإضافة ملجات سوف نقوم بإضافة ملجات كما أخبرتكم في البناء سوف تستطيع فعل ملجات أو تستطيع فعل مرشم ودخله الفران لكي تفادوا أن لا تستطيع زيت تجربون البناء ويجربونها بالفران ويجربون البناء لدي زيت قليت فيها وقلت لماذا ندرها وقلت لماذا ندرها هذا الشيلي كاين مهم سوف نكمل تشكيلهم وهذا هو الشكل ونقلهم في الزويتة التي سوف تستطيع فعل ملجات لن تفيد المقلخ سوف نضعهم في المقيلة سوف نضعهم في المقيلة سوف نضعهم في المقيلة وهذا الشيلي كاين وكما قلت لكم سوف نعودها لكم سوف نضعهم في الفران سوف يأتيوا رائعين البناء تنضرهم في الفران وتنضرهم في وجهة لهم تنضرهم في جنجلان وتدخل الفران وتخرجها حتى تجيح الواسة هنا كما تشاهدوا تفلح ولكن تجيب زي ونصراحة تبقى وخا تبقى لكم حتى ثلاثة يام سوف نتوقع لها لذلك انا لم أتدخل ثلاثة يام ساعة ولا بقى وش يحبت يبقوا لها في الصباح نفطروا فيهم هذا هو الفيديو اليوم بعد ما يطيبوا نقلبوهم ونقلبوهم سوف نقلبو لا لا يا الى محمد رسل الله لا أعرف أكثر افتح للعشرين درهم لتنضرها كنت قد أخذت الزيت كانت الماء صيناء في الدار كانت الخمرة جميلة كل مكان يوجد في الدار قد أخذتك حجم مبرا ولكن سوف تقول لي بالضبط المقالية في المغرب كيف يجعلون القوام المغرب سوف نقلبون كل شيء لكن سوف نقلبوها هنا هي هذه طبيلة وجدات هنا بعد مطابول فراشات دينا والحلوة طابع درزع لنا عليها شوية ديال السكر غلاسي هكا واجه اللي كاين وحطينا ذلك الشيلي قسم الله شوية ديال السكر الله حطيناه مهم البنات كنت تمنى ان شاء الله الفيديو ديال يوم يعجبكم ولا أعجبكم ما تنسوش تديرو اللي جيم وتشتركو بالقناة وهذه اللي كاين البنات وما تنسوش تديرو القناة ديالاختي ساميرا باش تشوفوا الفيديو دياله وتشوفوا شنو جدت وإلى المرتقة ان شاء الله ياربي فيديو احد اخر خليتلكم الراحة وبسلام عليكم متنسوش تديرو عند اختتي ساميرا تشوفوا الفيديو ديالها بسلامة